اكد صاحب السمو الملكي الامير خليف بن سلمان الخليف الرئيس الوزراء الموقر اهمية الدور الفاعل للكلمة الحرة والمسؤولة في بناء الاوطان وتعزيز اركانها وصيانتها بما لها من تأثير في تنمية الوعي المجتمعي وترسيخ حرية الرأي والتعبير وحشد الجهود نحو البناء وتعزيز وحدتي وتماسك المجتمع ونوه سموه الى ان الصحافة البحرينية تعيش عصرا مزدهرا على صعيد الحريات والانفتاح وتزداد وهجا بفضل عطاءات ابنائها من الصحفيين والكتاب الذين يقومون بدور هام وبارز في تنوير الرأي العام وربطه بقضايا الوطن في اطار من الفكر المستنير والكلمة الصادقة وقال سموه ان صحافة البحرين تجسد انموذجا في الوعي والمسؤولية بتبنيها خطا لم تحد عنه ابدا في الدفاع عن امن الوطن واستقراره وانها اسهمت عبر اجيالها المتعاقبة وبكل اقتدار حركة التنوير المجتمعي في كل ما من شأنه ان يعزز من الوحدة الوطنية ويسهم في الحفاظ على الهوية البحرينية الاصيلة واكد صاحب السمو الملكي رئيس الغزراء ان الحريات الصحفية والاعلامية في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصلت الى اهتمام غير مسبوق وتأطرت من خلال نصوص دستورية وقانونية تعلي من قيمة حرية الرأي والتعبير باعتبارها احدى اهم مرتكزات بناء الاوطان وتحضرها واضاف سموه في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية والذي يصالف اليوم الثلاثاء السابع من مايو ان قيمة واثر الصحافة يكمن في انها منذ نشأتها شكلت ولا تزال منابر للفكر والاستنارة ونافذة للمعرفة وطرح ومناقشة مختلف القضايا الوطنية والعالمية بحيث اصبحت جزءا لا يتجزأ من الوسائل الفكرية والمعرفية للشعوب كما اشاد سموه بالدور المحوري الذي يطلع به الصحفيون والاعلميون في مسيرة العمل الوطني من خلال الذود عن الوطن بالكلمة والرأي والموقف في مواجهة حملات التضليل والتشويه ودع سموه رجال الصحافة والاعلام الى الحرص على تأسيس ثقافة مشتركة تعمل على ترسيخ قيم المجتمع البحرني وما يتسم به من تسامح وتعددية وتسخير القوة الفاعلة للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي في كل ما يفيد نهضة الوطن ويدعم استقراره ودع سموه الجميع الى ان يقف صفا واحدا في مواجهة اية اخطار تهدد الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي وان يكون الانفتاح والحرية منطلقا لتعزيز الترابط والتسامح والتعددية وجدد سموه دعوته الى الاجهزة والمؤسسات الحكومية بالتجاوب والتعاطي السريع والبناء مع كل ما تطرحه الصحافة من قضايا وموضوعات وان تعمل هذه الجهات على التواصل مع الصحافة لتعزيز دور وسائل الاعلام في اداء رسالتها النبيلة في خدمة الوطن والمواطن واثنى صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على جمعية الصحفيين البحرينية وما تبذله من جهود في سبيل تعزيز مهنة الصحافة وتنمية كوادرها والدفاع عن مصالحهم باعتبارها البيت الجامع لرجال الصحافة والاعلام مؤكدا سموه دعم الحكومة لها ولكل الجمعيات المهنية بما يعزز من الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة الاهداف الوطنية في النماء والتقدم مشيدا سموه باسهامات جيل الرواد الاوائل من العاملين في مجال الصحافة والاعلام وما قدموه من عطاءات كان لها عظيم الاثر في ترسيخ اسس لنهج صحفي واعلامي يتسم بالعمق والموضوعية